وده معدنا مع فقرة السوشال لاب اللي بنحلل من خلالها بالأرقام إزاي المشاهير بيستخدموا الأكاونت بتاعتهم على السوشال ميديا ولسه بنكمل سلسلة أبطال غزة وبطلنا النهاردة الصحفي صالح الجعفراوي اللي اشتهر بجملته لا أخشى الموت وسأذل شوكة في ظهرهم صالح في وقت ولاية جدا بقى مصدر مهم جدا لملايين المتابعين على السوشال ميديا لدرجة أن عدد المتابعين لي على الإنستجرام وصل لتلاتة مليون وتسعمية ألف متابع وده في وقت قليل جدا أما هو فبيتابع تقريبا تلتمية وتلاتاشر أكاونت بس صالح نشر حوالي تسعين صورة وفيديو على حسابه على الإنستجرام وكل اللي بينشره عبارة عن تقطية الأحداث في قطاع غزة والحقيقة أنه تقطية صالح كانت مميزة جدا ومختلفة لأنك حتلاقي لي فيديوهات مثلا بيصورها وهو بيجري وبيحاول أنه يتفادى الهجوم والقنابل ولكن وسط الألم والضمار اللي كان بيعيشه هارف يخلق لحظات فيها ضحكة أو أمل بسيط زي ما هتشوفه في الفيديو اللي قاية بالضبط أنا اسم صالح وإن شاء الله أنت صالح يا رفا صالح واشي تحقص هذا تقويل تقويل طب أنت حلم ومزيب تقويل صالح تقص عليك يا صالح والله يا حج موليد الأربعة وعربعين أنت قلتك يعني يعني موليد قبل النكبة هذا الفورة هذا الفورة اللي باخبز علي 25 سنة وأنا باخبز على كورنة 25 سنة وأنت تخبز على الفرن حجان أنت أقدم من إسرائيل طبعاً آه أنا موجودة من يعني هذا الإشي يدفت إنه إحنا إيش طلسطين أربعة غصباً علم أنا متماسكة في الآسية هاي ضليل كلمة طبعاً أدلهمنا حجات ناجع دخين الله يطولي بعمرها يخلني أيادي عشي أقول بلدي لو تنحس علي مريا وأهلي لو قسوا علي حناية الله الله وآخر فيديو نشروا صالح كان كليب وينك يا إنساني وحقق 11 مليون و 200 ألف ومهم قوي إن إحنا نقول إنه صالح جعفراوي استفز جداً الإعلام الإسرائيلي والصهاينة طبعاً حوالينا العالم بسبب نشاطه الإعلامي ووصول متابعينه للملايين لدرجة إن الإعلام العبري مهتم جداً إنه يرد عليه ويعمله حملات إعلامية ضده بالإضافة إنه اسمه محتوط في القائمة الحمراء لإسرائيل وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لعب ترجمة نانسي قنقر